السلام عليكم من الاخبار بما انك صانع محتوى فانا بحاول اجرب لك كل فترة مايك مختلف بحيث انك يكون عندك اختيارات كتير وتشوف ايه الافضل بالنسبة لك وما تجربش كتير زيه زي ما انتم عارفين واللي متابع القناة انا بقالي فترة بصور بمايك او بسجل بمايك بويا ام ام وان هو ممتاز بصراحة وبيطلع جودة صوت كويسة ولكن مشكلته ان انا لازم اقرب من المايك فتلاقييني كده ما احني في اغلب الفيديوهات وبحاول يعني مبعدش عن المايك بقدر المستطاع فكان مقاية حركتي فانا بصراحة فكرت ان انا اشتري مايك لاسلكي علشان اتحرك براحتي وعلشان كمان لو انا حبيت اصور خارجي يكون الموضوع اسهل بالنسبة لي واسناء ما انا بفكر وببحث ايه مايك اللاسلكي اللي انا هشتريه واللي هيكون مناسب ليه لقيت شركة بتبعتلي على الايميل اسمها كوميكا اوديو بتقول لي احنا هنبعتلك مايك لاسلكي تجربه وتقول لنا رأيك فيه بصراحة او الله اذا بقول لك كده الموضوع مش ان انا بحط لك الشرح بتاع الفيديو في قصة او ان انا بقول كلام فيك والله اذا حصل بالحرف من ضمن كلامهم كمان قالوا شوف ايه الحاجة اللي ممكن نحسنها في المنتج وبعتها لنا علشان ننزلها في الاصدارات الجاية وهما مش تسبونسر للفيديو ده ولكن برضو انا بشكرهم ان هما بعتوا لنا المايك نجربه وهنقول رأينا فيه بمنتهى الموضوعية المايك اسمه كوميكا فيموسي هنبدأ نفتح العلبة نشوف محتوياتها نجرب المايك على التليفون نجربه على الكاميرا نجربه جوه الستوديو نجربه بره الستوديو خارجي علشان نشوف مدى الاتصال والمسافة اللي بين جهاز الاستقبال والمايك فان شاء الله هتكون مراجعة شاملة لمايك كوميكا فيموسي والصوت اللي انت بتسمعه ده من اول الفيديو الاخر الفيديو بالمايك ده اللي هو كوميكا فيموسي وتعتبر شركة كوميكا من اشهر البرندات المعروفة في معدات الصوت ومن ضمن منتجاتهم مايك فيموسي الموجه لصناع المحتوى في منه ثلاث اصدارات فيموسي وان ده عبارة عن مايك واحد وجهاز استقبال فيموسي تو عبارة عن مايكين وجهاز استقبال فيموسي سري وده طقم كامل بقى بيكون عبارة عن مايكين وجهاز استقبال زائت بقى علبة زي باوربانك اسمها علبة الشحل وديت بتشحن الاجهزة بشكل اوتوماتيك الاصدار الاخير ده هو اللي معانا واللي هنجربه بشكل عملي زي ما انت شايف بيكون مكتوب على العلبة الاصدار ومواصفات المايك ولما تشيل العلبة هتلاقي علبة سودة مكتوب عليها كوميكا لما تفتحها هتلاقي علبة هارد كوفر ودي اللي بيكون فيها المايكات وجهاز الاستقبال تحتها بشوية هتلاقي شوية ورقيات منها كارت الضمان ورقة بتوضح ان المايك نجح في اختبارات الجودة ورقة فيها كيو ار كود بيدخلك على دليل الاستخدام اونلاين ويكتب لدليل الاستخدام وشوية استكارات لشعار كوميكا نرجع بقى للشنطة واللي هتكون زي ما قلنا هارد كوفر او شنطة مدعمة وده اللي حفاظ على محتويات المايك لما تفتحها هتلاقيها متقسمة الجزئين الجزء الاول فيه علبة الشحن واللي بتعتبر في نفس الوقت باور بانك اللي شحن المايكات وجهاز الاستقبال وفيها بطارية داخلية بتتشحن بمدخل يو اس بي سي هتلاحس كمان ان فيه اربع مؤشرات بينواروا باللون الازرق علشان يعرفوك البطارية فيها شحن قدي العلبة مصنوعة من البلاستيك لكن بجودة ممتازة لما تفتح العلبة اللي هتكون علبة مغناطيسية هتلاقي المايكين على الاطراف وجهاز الاستقبال في النص طول ما هم موجودين في العلبة فهم في وضع الخمول طفيين لكن بيشحنوا من العلبة بشكل اوتوماتيك بس تأكد انك تشيل استيكر الحماية لما تشيل اي جهاز من العلبة هتلاقيه بيشتغل بشكل اوتوماتيك طالما انت مش طفيه وهتلاقيه بينور باللون الازرق وبيتوصل بجهاز الاستقبال بشكل تلقائي وبيكون جاهز انك تسجل بيه وللعلم مدى الاتصال بين المايك وبين جهاز الاستقبال تقريبا 200 متر وده الرقم الرسمي اللي بتقوله شركة كوميكا بشرط ان ما يكونش فيه اي عوائق بين جهاز الاستقبال وبين المايك احنا برضو للتأكيد هنطلع نجرب المايك بشكل عملي وهنبعد اكبر مسافة ممكنة علشان نشوف مدى الاتصال بين المايكات وهل فيه تقطيع هيحصل ولا لا ندخل بقى ببطاريات حجم بطارية علبة الشحن 1400 ميلي امبير بطارية المايك الواحد 140 ميلي امبير بطارية جهاز الاستقبال 230 ميلي امبير وعلبة الشحن اللي هي دي لو مشحونة بالكامل هتقدر تشحن بيها المايكات وجهاز الاستقبال مرتين يعني اتنين في تمانية بستاشر ساعة وده هيكون كويس جدا للناس اللي بتصور خارجي ان هم يصوروا او يسجلوا 16 ساعة متواصلة بالمايكات بدون اي مصدر كهرباء وتقدر بقى تشحن علبة الشحن بمحتواتها بالكامل في مدة ساعتين وده عن طريق كابل USB-C ولو انت بقى معاك الاصدار اللي بدون علبة الشحن فبتوصل المايك او جهاز الاستقبال بشكل مباشر عن طريق كابل الشحن اما بقى الجزء التاني في الشنطة بتاعتنا وده بقى فيه الكنز في كل الوصلات اللي انت هتحتاجها اول حاجة هتلاقي كابل الشحن بيكون فيه طرف USB عادي والطرف التاني Type-C وهتلاقي كمان كابلين لتوصيل جهاز الارسال باجهزة التسجيل المختلفة سواء بقى كاميرا او هاتف او كمبيوتر او لابتوب هنجربهم ان شاء الله اثناء الفيديو ده في بقى قطعتين ديتكات او مانع صوت بيتركبوا على المايك وخصوصا لو هتصور خارجي او لو فيه هوا حواليك فده هيمنع او هيقلل صوت الهوا وهنجربهم برضو كمان شوية اما بقى الوصلة دي فهي حكاية انا بسميها الوصلة السحرية دي فيها تلات اطراف فيه طرف منهم هتركبوا في جهاز الاستقبال بيطلع لك طرفين فيه طرف ممكن توصله بالشاحن او بكابل الشحن والطرف التاني ممكن توصله باي سماعة بحيث ان انت بتسمع صوتك اثناء التسجيل وفي نفس الوقت تشحن جهاز الاستقبال تعالوا بقى نشوف مواصفات جهاز الاستقبال وبعد كده ندخل على المايك بالنسبة لجهاز الاستقبال شكله جميل جدا بالنسبة لي وشكله قنيق كده فيه شاشة ملونة IPS فيها كل البيانات اللي هتحتاجها زي مثلا حالة البطارية بتاعت الشحن ووضع التسجيل الحالي اللي ممكن نغيره كمان هتلاقي حالة كل مايك لوحده زي مثلا قوت الاتصال بين المايك وبين جهاز الاستقبال حالة شحن البطارية مستوى التقاط الصوت مؤشر الصوت الجنب اليمين من فوق بقى بيكون فيه مدخل تلاتة ونص ملي وده لتوصيل المايك بالجهاز اللي هتسجل عليه سواء بقى تليفون او كاميرا او كمبيوتر او ايا كان وتحتها هتلاقي زر التشغيل اللي لو دست عليه دوسة مطورة هتفتح او تقفل الجهاز وكمان لو دست عليه ضغطة واحدة سريعة بيغير وضع التسجيل اللي هم تلات اوضاع الوضع الاول اللي هو مونو وده هتستخدمه لو انت بتستخدم مايك واحد بس لانه بيخلي صوت المايك الواحد يتكرر على القناتين اليمين والشمال الوضع التاني ستيريو لو هتستخدم المايكين وده هيخرج صوت كل مايك في قناة منفصلة اما الوضع التالت هو وضع السيفتي وده حكاية بصراحة لانه هو هيطلع لك نسختين من صوتك نسخة بالصوت اللي انت ضبطه مستوى حسية اللي انت ضبطها ده في قناة منفصلة ونسخة تانية في قناة تانية بصوت اقل او بمستوى اقل بحيث وانت بتسجل لو الصوتك على في اي لحظة من لحظات التسجيل فانت يكون معاك صوت منخفض شوية احتياطي بحيث بقى ان انت هتستخدمه في حالة التوارق الوضع ده مش موجود في مايكات تانية كتير بنفس الفئة السعرية دي الجنب التاني بقى هتلاقي فوق مدخل يو اس بي سي سواء لشحن جهاز الاستقبال بشكل مباشر بدون علبة الشحن او ممكن تستخدمه مع الادابتر اللي احنا قلنا عليه الادابتر السحري علشان تشحن وتسمع صوت التسجيل في نفس الوقت تحت بقى هتلاقي ازرار التحكم في حاسية التقاط الصوت في كل مايك ودي بتكون اربع مستويات بتضغط على الزرار ضغطات سريعة علشان تغير بين اربع مستويات لالتقاط الصوت اما بقى الجزء اللي تحت فيه مكان التوصيل بعلبة الشحن وتأكد انك تشيل الاستيكر من عليه وطبعا الظهر بيكون فيه مشبك علشان لو عايز تركب الجهاز في الكاميرا في مكان تركيب الفلاش الخارجي ولو ضغط على اي ازرار من ازرار تغيير مستوى الصوت ضغطة مطولة هتقلب الشاشة علشان تقدر تشوفها سواء انت كنت قدام الكاميرا او خلف الكاميرا بالرغم ان الموضوع ده ممكن يبان بسيط ولكن بالنسبة لي بيوضح لي ان شركة كوميكاب تهتم بأدق التفاصيل وتحس ان هي عايزة تريح المستخدم تعالى بقى ندخل على مواصفات المايك نفسه واللي حجمه صغير جدا وتقريبا وزنه 13 جرام ودي ميزة انت هتركب المايك مش هتحس ان انت مركب مايك ولا حاجة اول بقى ما بتسحب المايك من علبة الشحل بينور ويطفي بلد ازرق وهو كده بيدور على جهاز الارسال لما اتقلع بقى جهاز الارسال من العلبة هيتعرفه على بعض الف الف مبروك وهتلاقي اللمبة ثبتت وده معناه ان هو تعرف على جهاز الاستقبال وهو جاهز للتسجيل في الجنب الشمال بقى من فوق هتلاقي زرار الباور اللي هو لون اورنج لو ضغطت عليه الضغطة مطولة هتفتح او هتقفل المايك ولو المايك مفتوح وضغطت على الزرار ده ضغطة سريع هتكتم صوت المايك وهتلاقي لون اللمبة بقى باللون الاحمر وده معناه ان المايك مش هيلقط اي اسوات عايز تشغاله تاني اضغط نفس الضغطة الزرار اللي تحت بقى ده هو زرار عزل الضوضاء لو شغلته المايك هينور باللون الاخدر وده هتجربه بشكل عملي كمان شوية يعني تقدر تعزل الضوضاء من خلال المايك نفسه اما الجزء العلوي او الجزء اللي فوق ده بيكون فيه كابسولة المايك واللي هي بتلقط الصوت من جميع الاتجاهات علشان كده حاول لما تيجي تسجل بالمايك ده تسجل في مكان مفهوش ضوضاء كتير يعني مكان هادي لانك لو سجلت في مكان فيه ضوضاء كتير يعني هيلقط بعض الاصوات المحيطة لان زي ما قلتلك الصوت بيتم التقاطه من جميع الجهات والديت كاد بتتركب طبعا على كابسولة المايك في الجزء اللي فوق علشان تقلل الهواء اللي داخل للمايك الجزء اللي تحت بقى هتلاقي مدخل الشحن ممكن تستخدمه لو انت يعني واخد الاصدار اللي هو مفهوش علبة الشحن فانت ممكن توصل الشحن هنا وعلى اليمين وعلى الشمال اماكن توصيل المايك بعلبة الشحن في الظهر طبعا هتلاقي ماشبك التسبيق كده احنا قلنا كل كبيرة وصغيرة عن جهاز الاستقبال والعلبة والمايك السؤال بقى هنسجل ازاي لو انت بقى هتسجل من خلال الهاتف او اللابتوب اللي بيكون فيه مخرج واحد للصوت والمايك مع بعض فانت هتستخدم الوصلة دي زي ما انت شايف الوصلة بيكون لها لونين مختلفين هتحط الطرف الرمادي في الهاتف او اللابتوب والطرف التاني فيه جهاز الاستقبال زي ما انت شايف كده اما بقى لو هتسجل بكاميرا فيها مدخل صوت خارجي او بكمبيوتر فيه مدخل منفصل للمايك عن مخرج الصوت بتاع السماعات او جهاز تسجيل احترافي فانت هتستخدم الوصلة دي دي بتكون اطرافها متشابهة بتوصل اي طرف في جهاز التسجيل والطرف التاني في جهاز الاستقبال ولو انت بقى عايز ترقب الصوت وانت بتسجل وفي نفس الوقت تشحن جهاز الارسال فانت هتستخدم الوصلة السحرية دي تعال نشوف بيتم استخدامها ازاي هتركب الطرف ده فيه جهاز الاستقبال والاطراف التانية واحد مخرج ممكن تركبه في اي سماعة عادية والتاني في وصلة الشحن عشان تشحن في نفس الوقت وانت بتسجل طيب ايه رأيكم بقى نعمل شوية اختبارات بالمايك دوت وانسجل في اوضاع تسجيل مختلفة وبأجهزة مختلفة يعني مثلا انا دلوقتي موصل المايك بالكاميرا اللي انا بصور بيها ومش مشغل خاصية مانعة دوضاء وشلت الديد كاد فيه هنا في الخلفية بتاعت الصوت يعني صوت المروحة بتاعت اللابتوب هي يعني الصوت متوسط شوية فهنسكت ونشوف هو هيلقط الصوت ده ولا لأ طيب تعالوا بقى نبدأ نشغل خاصية مانع الدوضاء انا كده شغلت خاصية مانع الدوضاء انت لما بتضغط على الزر بتاع مانع الدوضاء الليد بتبقى باللون الاخضر يعني انا كده بسجل بمايك كوميكا في موسي بخاصية مانع الدوضاء انا مش بحب اشغلها بصراحة لان بحسها بتاكل في الصوت شوية لكن انا مش عارف النتيجة بتاعت الاختبار ده هتبقى ايه فاكتب لي في التعليقات وانا برضو لما شوف فيه وانا بعمل منتاج هشوف برضو الفرق معاكم مش عارف برضو هو كده لقط الصوت بتاع مروحة اللابتوب ولا لأ طبعا لو انت بتسجل في ضوضاء او بتسجل خارجي ممكن خاصية مانع الدوضاء دي تكون مناسبة بالنسبة لك او مشغل مروحة او تكييف بس احنا هنطفيه عشان انا محبش شغلها بصراحة طيب تعالى بقى كده نحط الديتكات تاني ونبدأ نسكت ونشوف هل هيلقط الصوت الخارجي ولا لأ انا كده ركبت الديتكات هنسكت برضو شوية ونشوف هل هيلقط الصوت الخارجي ولا لأ اعتقد الديتكات ديت او منع الهواء ديت هتكون مناسبة اكتر في التصوير الخارجي او التسجيل الخارجي الصوت اللي انتو سامعينه ده دلوقتي من خلال الهاتف انا موصل جهاز الاستقبال بالتليفون اهو وعمل مزامنة مع الصورة وبسجل بالهاتف بدون استخدام خاصية مانع الدوضاء هنسكت كده شوية تعالوا طيب دلوقتي نشغل خاصية مانع الدوضاء ونشوف كده خاصية مانع الدوضاء شغالة وانا بسجل من خلال مية كده جماعة احنا بنعمل الاختبار في الخارج او التصوير خارجي وطبعا احنا في مدينة يعني في ضوضاء حوالينا في اطفال بتلعب في الجنينة احنا دلوقتي هندي المايك ظهرنا وهنبدأ نمشي طبعا الشركة بتقول ان المسافة بين جهاز الاستقبال وبين المايك 200 متر بشرط عدم موجود عواقق فاحنا هنحاول نرجع اكبر مسافة ممكنة لان اللي هيستخدم المايك ده مش هيرجع اكتر من 200 متر يعني او مش هيرجع خمسين متر حتى فاحنا هنبدأ نرجع يعني اكبر مسافة ممكنة احنا دلوقتي بنستخدم مايك كوميكا فيموسي اهو يعني احنا كده رجعنا شوية حلوين اهو هنرجع شوية اللي احنا ماشيناهم تاني وعلى فكرة انا بستخدم مع مانع الضوضاء لان احنا بنصور خارجي فلو احنا بنصور خارجي فانا بنصح ان احنا نشغل مانع الضوضاء طب تعالى كده نجرب يعني نفس المانع الضوضاء ونشوف كده انا فصلت مانع الضوضاء وكده المايك شغال يعني الوضع الطبيعي بتاعه اما بقى انتباع الاخير عن المايك بعد الاختبارات اللي احنا عملناها مع بعض وبعد تجربة المايك في اكتر من فيديو فانا شايف من وجهة نظري ان المايك كويس جدا وبيقدم لك قيمة مقابل سعر وشركة كوميكا انا شايف ان هي مهتمة بادقة تفاصيل وخامت الصوت جيدة جدا كمان ميزة عزل الضوضاء ديت انت ممكن تستخدمها لو في نويز او في ضوضاء كتير حواليك لكن مش هيدي لك الاداء اللي انت تتوقعه لو انت بتسجل بضوضاء فحاول يعني تحل مشكلة الضوضاء ديت لان المايك ده مش هيقدم لك جديد لو انت هتجيبه مخصوص علشان عزل الضوضاء كمان المادة بتاع التوصيل بين المايك وبين جهاز الاستقبال معقول جدا زي ما شوفنا في التسجيل الخارجي وعمر البطارية ممتاز جدا فلو انت الميزانية بتاعتك اقل من مية وتلاتين دولار فاعتقد ان المايك ده كويس جدا ليك وانا هسيب لك لينكات في الوصف سواء للشراء من خارج مصر او من داخل مصر بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت من الابطال موجود معي لحد الوقت تكتبلي في التعليقات ويشوف قيمة تشغيل دي فكل المعدات اللي احنا بنستخدمها سلام